السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل و الله مسهلا. وحيكم فيديو جديد معنا عبدالغفيص. اليوم استعراض سريع الأحدث أجهزة هواوي اللوحية الميت باد نسخة 2021 أو الميت باد الذي يأتي بشاشة 10.4 إنش ومجموعة مميزات تناسب الفئة المستهدفة إما أطفال أو أشخاص يحتاجون الجهاز اللوحي لإستخدام المتوسط، مشاهدة الأفلام والتصفح وأذكر لك أهم المميزات والعيوب التي رأيتها بالجهاز بعد التجربة ولكن لا تنسى تشترك بالقناة إذا كنت غير مشترك وتفعل زر التنبيهات ونرى فيديو المراجعة ميت باد نسخة 2021 أهلا من جديد، وهذا هو الميت باد نسخة 2021 ونبدأ بأهم المزايا، وهي الشاشة الفل فيو بدقة 2K الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 10.4 إنش والحواف تقريبا بحجم 7.9 ميلي من جميع الجهات وبشكل عام الشاشة جيدة ممتازة للتصفح للفيديوهات للعمل وهي تدعم القلم لو حبيتك تكتب عليها ملاحظات أو ترسم فهي تكون قلم M Pencil المدعوم الذي هو القلم الخاص به هواوي أيضا تصميم الجهاز اللوحي جميل خاصة مع اللون الأزرق الغامق وجسم الألمنيوم والوزن الخفيف 460 جرام كذلك السمك الذي هو 7.4 ميلي ستعاني من مشاكل أو إضايقك من ناحية الوزن أو الحمل باليد وزنه جدا خفيف حتى عندما تريد تعطيه مثلا أطفال أو تريد التابع وتماسك الجهاز ستعاني من هذه الناحية أما من ناحية المواصفات والأداء فالجهاز يعمل بمعالج كيرين 828 إنوات معمرية 7 نانومتر ويتوفر 4 جيجا والتخزين 128 جيجا بايت ودعم الذاكرة الخارجية ومن تجربتي بشكل سريع للألعاب أرى التجربة جيدة لا يوجد تعليق أو بط لكن أكيد لا تكون التجربة المثالية مثل الأجهزة العالية وكذلك عندما تعمل عليه الأعمال يقدم لك أداء جيد وهو يدعم ميزة مشاركة الشاشة مع هواوي أو اللابتوب وكذلك تقسيم الشاشة وغيرها من المزايا التي تعطيك إنتاجية أكثر من ناحية الصوت لديك أربع سماعات سبيكر من هارمين كاردن وتجربة الصوت جدا ممتازة وعالية لديك البلوتوث 5.1 وكذلك الوي فاي 6 وهذه ميزة ممتازة حبيت توجدها كونها غير موجودة في الأجهزة السابقة أما من ناحية الكاميرا لديك كاميرا واحدة بالخلف والكاميرا الأمامية كلها مبدقة 8 ميجابيكسل ومن تجربة سريعة أشوفها مقبولة لو تستخدم الكاميرا لمكالمات الفيديو أو زوم أو أي تطبيقات ثانية لكن من ناحية تصوير غير جيدة واحد نقاط الضعف أو العيوب بهذا الجهاز كذلك البطارية بحجم 7250 ميلي أمبير وأشوفها تقدم فترة ممتازة للاستخدام خاصة مع معالج الجهاز والمواصفات كذلك عندك الشحن السريع بقوة 22.5 واط ومن ناحية الأمان لو سألتني فالجهاز لا يوجد بصمة لكن يوجد فتح القفل عن طريق الوجه أو كذلك من خلال الرمز هذه الخيارات التي تكون متوفرة لكن من المميزات الجميلة صراحة هو وجود قسم خاص للأطفال فهذا الركم عندما يفتح الطفل لا يستطيع أن يخرج منه إلا بالرمز السري وكذلك فيه تطبيقات أن تختارها وكذلك تطبيقات تعليمية وتقدر تضيف أي تطبيق آخر لهذا القسم من خلال التحكم الأسري وكذلك تحدد الوقت المسبوح فيه للاستخدام وأعجبني أيضاً وضع حماية البصر والأوضاع التي تذكر الطفل عندما يكون جالس أو يكون حامل الجهاز مثلاً وبضعية غير صحيحة وغيرها من المميزات الرهيبة التي تجعله مناسب أكثر للأطفال لكن أرجع أكد أن الجهاز لا يتحمل الشغل الثقيل فالمواصفات والمعالج تحديداً وتعطيك مجال مع ألعاب خفيفة نوعاً ما أو شغل على تطبيقات بسيطة تصفح سوشال ميديا ومتابعة أفلام لكن لو بالشغل الثقيل أبداً ما سيخدمك أيضاً عدم تواجد خدمات جوجل ومتجر جوجل بلاي بالنسبة لي من أهم العيوب الصحيح أن هناك متجر الأب غالري والحلول التي ستوفرها هواوي للبحث عن التطبيقات لكن خدمات جوجل غير موجودة مثلاً يوتيوب ممكن أن تبحث عن بدائل تطبيق V-Saint أو أي تطبيق آخر ومن خلال التجربة لاحظت أن نتفليكس لا يدعم دقة HD على هذا الجهاز ولكن لو شخص يهمك مسألة الأفلام والمسلسلات فعلى نتفليكس التجربة لا تكون جيدة أخيراً هواوي متباد 10.4 نسخة 2021 متوفر بسعر 1349 ريال وأضع لك رابط الشراء بالوصف لو كنت مهتم وكالعادة شاركني رأيك بالتعليقات عن هذا الجهاز أو لو لديك أجهزة من نفس الفئة السعرية أو بنفس الحجم وتعتقد أنها مناسبة وأردوه اذكر لنا تجربتك معها في التعليقات لا تنسونا الاشتراك واللايك وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة